اشتركوا في القناة التي اجمل ذكرها ستالي بول في كتابه سرط القاهرة بتلقى الفقرة كل زائر القاهرة لابد ان يتملك العجب لما ترأى على المساجد من ان بدأت تعني امرها تلك اللجنة فكم من مساجد كانت رقابة قوسين او ادنى صبح اطلالا دارثة امسة اليوم بعظمتها في جو يسوده الامن والطمأنينة وكم من مساجد اخرى امكن على الاقل اطال الزمن بقائها والحق انهما من تحفة من تحف الفن العربي او اصى من ارصال المدينة وما من قطعة خشبية منقوشة او منحوطة مهما صغر حجمها الا وكانت موضع رعاية تلك اللجنة وعنايتها تلك الكواسات تصد لنا حال الارصال الاسلامية وكبطية بمصر منذ نشأة اعمال اللجنة حتى بداية الستينيات من القارن الماضي فلقد ظهرت مع نشأة اللجنة وانتهت بحلول اللجنة الدائمة للأرصال اسلامية وكبطية محلها والتي تعتبر استمرارا لضعرها انشأت لجنة حفظ الارصال العربية بموجب امرنا عالي من الخليل وتوفيق في الثامن عشر من ديسمبر عام 1881 ميلادية السادس العشرون من محرم عام 1299 هجرية ونص على تشكيل اللجنة تحت رئاسة ناظر عموم الأوقاف وحدد الأمر العالي أسماء أعضاء اللجنة وهم مصطفى فاهمي باشا محمود سامي باشا محمود بيك الفلكي فرانس بيك ناظر قلم الهندسة بالأوقاف روجز بيك تيجران بيك عزة فندي وكيل قلم ديوان الأوقاف يعقوب فندي صبري مفاتش أوقاف المص ميسيو بودري علي أفندي فاهمي وكيل ديوان المدارس ثم أضيفت إلى عضويات اللجنة كلهم من حسين فاهمي باشا وكيل الأوقاف وميسيو برجوان ونعقدت الجلسة الأولى للجنة بديوان عموم الأوقاف وتحت رئاسة نظر المعرفة الأوقاف محمد زكي باشا في الساعة الثانية بعد ظهر الأربعاء يوم 1 فبراير 1882 وفي عام 1882 وبالتحديد في السابع والعشرون من نوفمبر أضيف إلى عضوية اللجنة بموجب أمر من الخدير وتوفيق كلهم من علي باشا مبارك وجران بيك ناظر مصلحة تنظيم الشواعب المصر وكذلك يعقوب بكاتين ولكن عضوية علي مبارك لم تستمر طويلا اتقدم استعفاء متعلنا بقصة إنشغاله ثم ضمت اللجنة لاحقا عدد من الأعضاء الشافيين وكذلك عدد من الأعضاء من خيج مصر فأختية اللجنة ستانلي بول من لندن عدوا شافيا وضغي أعضاء اللجنة مع الوقت نتيجة الوفاء أو الصفر خيج البلاد خاصة لوجود أجانب بها ويمكن تتبع أعضائها من مستهل كل اجتماع لجنة وكانت مهم اللجنة وفقا للمادة الثانية من الأمر العالي الذي صدر بإنشاء اللجنة هي أولا إجراء اللازم لجاد وحص الأعصار العربية القديمة التي يكون فيها فائدة صناعية أو تاريخية ثانيا ملاحظة صيانة تلك الأعصار ويعاد حفظها من التلف وإخبار نظارة الأوقاف بالتصليحات والمرمات المقتدرة إجرائها فيها مع إضاحة مهم منها ثالثا النظر في الرسومات والتصميمات التي تعمل على المرمات اللازمة لهذه الأعصار والتصديق عليها وملاحظة إجراء تلك المرمات رابعا إجراء حفظ الرسومات جميع الأشغال التي تنتهي بكتب خانة الأوقاف وأعلان النظارة المسكوة عن القطع التي تتخلف عن العمارة ويلزم نقلها للأنتج خانة لأجل حفظها بها وظلت اللجنة تعمل في إصلاح وصيانة الأعصار وفي سنة 1936 انتقل الإشراف عليها إلى وزارة المعافة العمومية وظلت تعمل حتى تم حلها عام 1961 وتتكون الكواسات من محاضر الجلسات تبدأ بذكر عدرها والموضوعات المعروضة عليها ثم شرح كل موضوع وائل اللجنة بها إلى جانب التقارير الفنية وولحق في بعض الكواسات بالمباني المسجلة والأخر غير مسجلة في عدد الأسار العربية وكذلك الفهرس وإفاق الصور ورسومات الهندسية هناك فهرس لتلك الكواسات عام 1912 يمكن تحميل الكواسات من اللينكات أسفل الفيديو شكرا على المشاهدة وأرجو دعم القناة بالاشتراك بها والتعليق والإعجاب والمشاركة على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة